لا لا ليه يا لا رغب التحقي جدا صارك من الصباح منت مرتاح ومنت مرتاح ومنت مرتاح وشاك في هدا وشاك في هداك حتى الموزة ما سلمت منك شاك فيها ما يικήو يا أخيم لا يبي على الموزةه يا متعب فيه نص كليل و منك بصلي أنا شاك أنه أغشاش هذا الموز رأي القضار أغشاش و القليمي الذي في يدك الذي أنت شاك في صناعته مكتوب إيطالي أنا شاك بصراحة أنه صيني يا أخي لو هو أفريقي أنا راضي فيه عطنية عطني قليمي بس خلي قليمي شاك أنا شاك أنه مؤصلي ياسر تراح مره هذا شيء كنت تبحتني خاصة خذ خذ ما بقي لأنا تشك بني بعد أنا بتبع الجدية متعب أنا شاك فيك بعد أشك أنه قلبك ما هو في البرنامج كده بعض الأحيان أحس بشعور أنه كاعة تسلك ما ترطيني يعني زهدك في البرنامج أشك أشك ما هذا يجيني شعور داخلي يقولي لا متحب مستقصد أنه بعض الأحيان يخلي البرنامج رتم ينازل يجيني شك إيه بعد زكيان تشاك إيه بضب حتى بعد شاك شاك ليش؟ أنا بعد شاك منك أنت متع بلطسي تشكك؟ لا شاك منك بعد أشك شاك؟ أشعر قلبك ما هو طيب من ناحيتي أشعر تدور علي عثرات تدور علي الزلات لا عثرات ولا أحد لا أحد و أحد و اثناء عثات ما عليش؟ مثل بهذا تبرة إجحاف بحقي و الشك من حكي شك يا أخي الشك ما هو زي هذا أنت قاعدة شك؟ عمر ما هو زي لا أنا شكي واقعي أنا لديت شك الشك واقعية بناء على عدة الدلائل حسيتها في داخلي صراحة بعدين أنا مو أي شيء أشك فيه مو أي شيء بالله قلت شفتني أشك مثلا بشيء ما يعتبر تافه زي إيش عطي مثلا حق الخضار هذا مو تافه بس شكيته في النهاية إيه شكيت بس أنه لا ويل المطففين إيه الذين إذا اكتالوا عن الناس يسوفون جدي يعني الغش أنك تحط مكيال غلط حس أنا شكيت ما رحت صارحته لكن حسيت زي ليش ما حليت الموضوع تروح تصارحة كلمة ما ما حليت أو رحت قيس الترموز هل هو ثنين كيلو ولا كيلو ونصف لا لا ما أحسن الموضوع شكيت من بكرة أكتشف أنه غاشني صدق وعن صدم ما بغاشني إنت الآن أجحفت المسكين لا لا خلني شاك ما أجحفت يمكن أن أشرك النغش أنا أشرك النغش بعدين شاك بوسامة صراحة شيء يعني لها فترة ما يجي استراحة ظاهر ما يبقى أنا الظاهر الظاهر ما يبقى أنا أنا شكيت الظاهر في آخر موقف صار بينك وبين الظاهر صار مشكلة صراحة فكرت لها فترة بس ما حضرت لها أي اهتمام لا 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 أنا شكيت ما حضرت لها أي اهتمام أنا شكيت في الموضوع حللت الموضوع طرع أتوقع شكي في محله يعني تتوقع يعني أن من آخر مشكلة صارت زعل بالضبط بالضبط أنا شكيت في هذا الموضوع شكيت لأن الشك عندي يعني الغلط عليه أو عليه الغلط على الجميع صراح لكن أنا شاك أن الرجال لا يأتي الصراحة بسبب هذا الموضوع صحة ، لم أفكرت بها صراحة توقعوا أكلتي مفضلة؟ أنت؟ أكلتي مفضلة؟ أه؟ شكشوكة شكشوكة أنا إنسان حياتي دائما مبنية على أنه ليس أي شيء تثق فيه وهذه نصيحة لا تثق بأي شيء حلم وشك بأي شيء في أي شيء في أي شيء أعطيك مثال أعطيك مثال أنا الآن أشك أن الإضاءة ليس مرة قوية علينا أشك شك يعني الحين أنا أضطيك الكاب إيه؟ لو لم أضطيك الكاب كان إيش؟ أضطوا الإضاءة في الوجه إيه فإحنا محاربين من أيضا إدارة الإضاءة هنا في القناة كبرنامج أشك أشك ما شكت في مسلسل اللوهيب أنك محارب من جهاتهم بعد مأخره طول مسلسلهم وتأخرنا نحنا في البث؟ ما شكت في اللوهيب؟ لا أنا أشك أنه الطرابة ليغمو لوهيب طرابة ليغمو لوهيب طرابة ليغمو لوهيب أنا قلت أتوقع لوهيب ما أدل أنه لا شكي في محل أنك لا تفهم شكي؟ شفت؟ بعض الأحيان يكون الشك في محلها بضضط أحياها سبحان الله يدي شك هنا و هنا سبحان الله بضضط فأنا حياتي مبنية على الشك و دائما أنا أشك أننا نكمل الحلقة أنا أشك أني أقوم ألخك بهذه الزمزمية على جبهتك أنا أشك أني أجيب الكوب الحارذة و أخلي مخك يغلي مو بس أنت أحترم نفسك و لو سمحت لا تغلط لأني أشك أنك قاعد تستقصد أنك تهيني لا عشان بدلا ما ندخل المساء الإهانة ما إهانة خلنا نقول الجمهورة على موضوعنا اليوم أتوقع عن الشك والشخص في الشكاك لي شك هذا موضوعنا اليوم شك شك موضوعنا اليوم عين لا عين لا عين سنة نبيل شو أقل الآن بعد رأسي لما متع بيقول تشك أنه متقصد لا أصبر أصبر سنة نبيل الآن نحن بنقول موضوعنا كذا عن الشك حلو ترجع بالكلين تسوي فيدي ضاع تروح طل كذا انترو طلّة من انترجع ثاني موضوع تمام؟ يلا قيم متع تصدر موسيقى 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 موسيقى